بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الدرس الاول من دروس رابع ابتدائي لغات الدرس الاول بيتكلم عن هاندرد ثاوزن هاندرد اخر حاجة وصلنا لها في السنين اللي فاتت هي ال 5 ديجيت نامبرز هي ال 5 ديجيت نامبرز وكان اخر نامبر وصلنا له هو 99 تاوزن 999 اوكي طيب لو جينا نفكر وقولنا ايه هو النامبر اللي بعد النامبر ده just after احنا قلنا دلوقتي 99 تاوزن 999 لو جيت قلت لك كمل هتقول لي معرفش لان انا ما خدتش غيره اوكي يبقى what is the number just after 99 تاوزن 999 عشان اعرف ايه هو النامبر اللي جيت افتر 99 تاوزن 999 اعمل اد 1 to this number add 1 to this number if we add 1 to this number we get 100 we get 100 thousand 100000 is six digit number is six digit number يبقى انا لو عملت add 1 to 99 9999 خارقت من ال 5 digit number ودخلت في 6 digit number تمام طيب طيب the smallest six digit number is 100 000 the first six digit number is 100 000 and again the smallest six digit number is 100 000 the greatest is 999 999 999 100 000 is read as لازم مهم جدا ان احنا نعرف نقرأ النمبر نكتب النمبر 100 000 is read as لازم مهم جدا ان احنا نعرف نقرأ النمبر نكتب النمبر 100 000 one hundred thousand يبقى إلا انا بمطقه بكتب انا قلت 100 000 100 وقدمها three zeros 100 وقدمها three zeros طيب the greatest six digit number اللي هو 999999 كتبها ازاي 999999 كتب مهم جدا يبقى هقسم النمبر كده three digit with three digits the first three digit on the left اكتب 999000 خلصت 3 digit دول ابتدي احط كومة 999999 اخر two digits بكتب قبلهم and اخر two digits بكتب قبلهم and طيب ازاي يقدر اكتب النمبر فيه شكلين للنمبر اما ديجيتس فورم اللي هو اكتبه بالديجيتس كده بالنمبر او الورد فورم اكتبه باللتر او بالورد ديجيتس فورم لو انا عايز اكتب النمبر ده بول 327000 خلصت الجزء اللي على الشمال احط كومه 364 اخر تو ديجيتس اللي هما اليونتس والتنس بحط قبليهم كلمة انت او كيه طيب how can we read the large numbers لو انا عندي النمبر ده ماشي وعايز اقراه ركزوا جدا في اللي انا هو لو انا عايز اقراه النامبر ده بقسموا two groups كل group فيها three digits كل group فيها three digits او انا اسمت two groups two groups one group one group كل group فيهم three digits okay type we start reading from the left if i start read the number from the left not from the right okay we put after the first three digits from the left doll from the left i put the word thousand the word thousand and complete reading for example i will six hundred thirty five thousand comma two hundred four and forty nine two hundred and forty nine type هنا فيه example read and complete read and complete six hundred eight thousand four hundred and seventy five okay طبعا ده هيبقى homework لازم يتعامل آآ سهل جدا آآ الاجزامبل التاني read and write in word form ده مهم جدا يا جماعة لان معظم أولادنا ما بيعرفوش يكتبوا النمبرز بالورد فورم تمام ملاحظات أثناء كتابة النمبرز بالورد فورم لازم نكتب على ورق مسطر لازم نلاحظ ان الطفل وهو بيكتب لازم يكتب كتابة معدولة متبقاش الكتابة طلعة أو نازلة تاني حاجة واللي مهمة جدا واللي بلاحظها في أطفال كتير جدا ان هما بيلزقوا الحروف فبعا يعني هيكتب لي تو تي دابلي أو إيت يقوم لازم الإي بتاعة الإيت في الأو فتلاقي كل الحروف مرصوصة جنب بعضها وأنا مش عارف أقرأ أي حاجة تمام فلازم نخلي بالنا من النقطة دي دي حاجة تاني حاجة أي نمبر هيقابلني لازم أخلي الطفل يكتبوا بالورد فورم أي نمبر كتبوا بالورد فورم إذن فلا ما نصل ليه هاية أنا المهارة تمام؟ طب زي ما هو بيجيب لي ننبر مكتوب بالورد فورم ممكن يجيب لي ننبر بال Quinco وأنا كتبه بالورد فورم ويمكن يجيب لي العكس ممكن تجيب لي Number مكتوب بالورد فورم وأنا كتبه بال결ب زي كتب يبقى المفروض ان انا نكتبه بالدجيت فوروكي طبعا ده هو مورك هيتعمل ويبعتلي عشان نبتدي ان احنا نشوف الاخطاء ونصلحها تمام 935.495.639.546.417 كل ده مهم جدا لازم نخبالنا منه هنيجي بقى الجزء مهم جدا اسمه يعني ايه انا عندي النمبر بيتكون من ديجيتس اوكي دي بتاع اي نمبر هو النمبر ده موجود في اني حتة موجود في اني ديجيت هل هو موجود في ولا موجود في يبقى اول ما اشوف قدامي يبقى لازم اعرف ايه اه ده هو عايزني اشوف النمبر ده موجود في اني حتة في اليونتس ولا في الهاندردس ولا في التينس ولا في التين تاوزنس ولا في الهاندردس ساوزنس خلاص يبقى ده بلايس فاليو طب ايه هي الفاليو خلاص انا حددت البلايس فاليو بتاع النمبر يعني حددت ما كان النمبر فيه في الهاندردس مثلا تمام طيب الفاليو بتاع النمبر ده في الهاندردس قد إيه الفاليو بتاع النمبر في الهاندردس قد إيه يبقى انا ما قدرش اجيب الفاليو غير لما اجيب البلايس üst Lindsey يبقى لاسم الاول وبعدين الليو تمام نعجي نشوفпар مسيق ناخد النمبر ده عشان اقدر اجيب اقدر اجيب اي نمبر عشان اقدر اكتب النمبر من الورد فورم للورد فورم او العكس لازم في الاول نحفظ التقسيمة دي لازم نحفظ التقسيمة دي لازم هنا بكتب وتحت فيها وهنا فيه يبقى انا النمبر عندي هو دخلته في التقسيمة بتاعتي عشان اقدر ان انا اقدر احدد كل حاجة انا عايزها على النمبر كل المعلومات اللي انا عايز عمنا هلا انا انا قلت الفور الور بتاع الفور انا سمح حد بيقول لي دي اليونتس اه الفور موجودة في اليونتس اي بقى بقول الـ place value بتاع 7 هي 1000 طب 2 في 10 1000 في 10 1000 3 في 100 1000 في 100 1000 الـ place value هنا 7 في 1000 طب 2 في 10 1000 3 في 100 1000 طيب نيج نشوف الـ value نيج نشوف الـ value هنا الـ place value لو انا جيت قسمت الـ number من الـ units الحد من الـ 100 1000 من الـ 100 1000 الـ 4 موجودة في الـ units its value is 4 طب 6 موجودة في 10 لحظوا بقى هنا انا بقول ايه 6 10 يبقى شيل كلمة 10 وحط 0 يبقى شيل كلمة 10 وحط 0 طيب 3 100 يبقى شيل كلمة 100 وحط وحط طيب 7000 يبقى شيل كلمة 1000 وحط جنب 7 30 أكتب 2 زي ما هي كده 10 فيها كم زيرو فيها 0 وحط والـ 1000 فيها كم زيرو يبقى 10 D فيها 0 والـ 1000 فيها 30 أنا عندي 4 زيرو طيب 300000 أكتب 3 زي ما هي 100 فيها كم زيرو فيها 20 أهم 1000 فيهم كم زيرو فيهم 30 أهم يبقى أنا كده لازم أعرف في الدرس الأولاني وده الجزء الأول على فكرة من الدرس لازم أعرف حاجة مهمة جدا أول حاجة لازم أعرفها إن لازم أعرف أقرأ أي لازم أعرف أقرأ الأرقام الكبيرة لازم أعرف أكتبها من للورد فورم أو العكس من للدجت فورم ولازم أدرب نفسي كتير جدا جدا على مسائل من النوع ده لازم أعرف أحدد الـ انتظروني وأتمنى يكون الفيديو عجبكم وانتظروني مع الجزء التاني شكرا